السلام عليكم اخوتي وخواتتي لابس عليكم أتمنى انكم تكونوا كاملين بخير مبروك عواشركم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد فيديو اللي تطلب مني بزاف كنت ادرت الفيديو دي الجنسي الاسبانية وكنت خاصة ان اركزت على امتحانات جاوني بزاف دي الاسئلة سمحوا لي اتعطلت عليكم بزاف ولكن كيعجبني ندير فيديو اللي تكون جميع المعلومات يعني صحيحة ما نبقى مشي نقلب بوري انترنت ونجيب معلومات اللي تقدر تكون غالطة وراكم عارفين هنا القانون في اسبانيا دابو ساعة كي تبدل فالفيديو دي اليو ما درسوا ان كولابوراثيون مع واحد دي سباتشو دي ابو قادوس هما اللي تكونتكتين بيناتنا وشرحوا لي جميع الخطوات اللي خاصنا نديرو باش نوجدو الوريقة ديانا وندفعو طالب الحصول على الجنسية الاسبانية غنخليلكم في صندوق الوصف لمن يهموه الامر نمرى تليفون ديانهم سوف نخليلكم كذلك الكوريو الالكترونيكو ديالهم إذا بغيتوا تكومباكتو معهم ونخليلكم حتى العنوان ديال اوفيثينا ديالهم اللي كينا في مورسيا بنسبة الناس اللي ساكنين في مورسيا وساكنين في النواحي ما تيخدموش غير مع مورسيا تيخدمو مع جميع المدن عندهم من جميع المدن عندهم ديكليون من جميع المدن الاسبانية لحقش دابا الجنسية ما بقتش كتدفع يعني خاص الانسان يمشي هو اللي يدفع الورق واللس كتدفع دي فورما تليماتيكا يعني عن طريق الانترنت فالانسان يهدر معهم بالتليفون او عن طريق الكوريو الالكترونيكو هما يتكلفوا بكل شيء فنبدأوا الفيديو ديالنا اول حاجة اللي بغيت نركز عليها بزاف اللي كندور فيها اخطاء على دافش قد تطلينا الجنسية وبزاف ديالنا سؤالوني قلوا ليوش الجنسية و اللي كتدفع عشر سنين دابا ما بقتش كتدفع عن طريق الريخيسترو سيبيل و اللي تدفع عن طريق يائما بياء تليماتيكا يائما عن طريق الريخيسترو بوبليكو ما هو الريخيسترو بوبليكو هي واحد اوفيثينا للريخيسترو ولمكتب ديال المواطن يمشي يدير الوريقات دياله يقدم واحد طلب هما تياخدوا من عندنا الوراق ومن بعد يسافتوهم هذا الطريق هذا ما نصحكمش به نهائيا تماما باتاتا لأنه الجنسية قد تعطل وحد الوقت طويل باش يجاوبوكم يعني ابتداء من خمس سنين من الفوق والإنسان كيسين على أنهم يجاوبوهم يعني هالطريق هذا قد تعطل بزاف فأقصر طريق للحصول على الجنسية الإسبانية هي بيا تليماتيكا ما قد تعطلش بزاف يعني في واحد البلاسو ديال تلت سنين تجاوبوك تبقى أسهل وأأمن وأقصر وقت للحصول على الجنسية فمن نبغي نتوقع الله ونبدأ أن نوجدو الوريقة ديالنا باش ندفع الجنسية خاصنا نستوفيو ثلاثة ديال الشروط أولا ما يكونوش عندنا antecedentes penales يعني ما يكونش عندنا صوابق قضائية يكون دوسي ديالنا أنقي ثانيا نكونو ساكني في إسبانيا لمدة عشر سنوات يعني باستمرارية وطرخيطة ديال سيكون عندنا قانونية في هاد مدة هادي ديال عشر سنوات حاجة أخرى خاصنا نبينو واحد درجة ديال اندماج مع المجتمع الإسباني وهاد شي كيدار عن طريق شوش ديال المتحانات اللي هما المتحان ديال الكولتورة سيسي اسي اي وكين واحد المتحان الخور هو المتحان ديال اللغة الإسبانية ديالي آدوس ما يخلعكم شمتحان ديال اللغة الإسبانية لأنه متحان يعني واحد نيبل لباسيكو الإنسان إلي عايش هنايا عشر سنوات فما غايصعبش عليه أنه يدوز امتيحان بالنسبة للناس اللي معفيين اللي ما يدوزوش امتيحان فهذا غنخليه فيديو بوحده غنركزو اليوم غير على الخطوات اللي خاصهم يدارو باش ندفعو الجنسية ديال هادو هما ثلاثة ديال الشروط اللي خاصنا نسوفيوهم إلا كان إنسان مكوم بليها ثلاثة ديال الشروط فيتوكل على الله ويبدأ أنه يوجد الأوراق دياله أول حاجة خاصنا ندروها هما الامتيحانات يعني نوجدو الامتيحانات امتيحانات بجوج اللي هدرت لكم عليهم فكين المانوال أوفيثيال ديال سيربانتس هو اللي خاصكم تقرأوا وتوجدوا منه لأنه بزاف ديال الأسئلة كتتعاودوا بزاف ديال الأسئلة اللي كتتحف في الامتيحان منهم وحساها هاد مكسب موحامي اللي خليت لكم العنوان دياله في صندوق الوصف هكي يعطيوكم يعني المانوال باش تقرأوا باش توجدوا للمتحان مين تحصوا براسكم على أنكم قادرين دوزوا مزيان يعني قريتوا مزيان قادرين على أنكم دوزوا للمتحانات بجوج فكتمشيوا كتتسجلوا في المدرسة المدارس اللي كتدوزوا للمتحانة ديال جنسية الإسبانية كاينين في جميع الموضن الإسبانية ما غتلقوا حتى شي مشكي كتمشيوا للمدرسة كتديروا الإنسكريبسيون كتديروا المطريكولاسيون بالنسبة للمتحان ديال الكولتورة 8 ديالو 85 ديال أورو وبالنسبة للمتحان ديالي أدوس ديال لغة الإسبانية 8 ديالو 130 ديال أورو فكتخلصوا كتدوزوا المتحان من بعد شهر أو لشهر ونص إنستيطوتو سيرفانتس يعني كيعطيكم النوطة ديال المتحان يعني إما كيقولكم أبطو أو نو أبطو يعني ناجحين أو ما ناجحينش إلى إن شاء الله كنتو ناجحين في المتحانة بجوج كتجي المرحلة الثانية اللي كتبدو كتوجدو فيها الوريقات كيني الوريقات اللي خاسكم جيبوهم من المغرب وكيني الوريقات اللي خاسكم جيبوهم من هنا بالنسبة لأوراق اللي خاسكم جيبوها من المغرب كين عقد الإزدياد كين حسن السيرة والسلوك وبالنسبة للشخص اللي مزوج عقد الزواج وهذه الوريق خاسهم يكونوا أبوستي يعني ديبن إير أبوستي هذا هذا واحد المغرب دخل واحد المعاهدة ديال عاجل للدرس في 1961 هادي واحد طريقة سهلة اللي كتليغاليزو بها الوريق وتيكون معترف بها دوليا دباء المغرب وإسبانيا رهم في هاد المعاهدة هادي ما بقش في حال شحال هادي يعني خرجوا الوراقا واحد بلاسات ديها الوجرارات الخارجية من بعد القنصلية من بعد من هنا لهنا دباء كتخرجوا الوراق ديالكم كتديوهم يا إما المحكامة يا إما كتديوهم العمالة كتقولوا لهم الوراق بغينا ديروا لهم أبوستي واحد طابع كيطبعوه لكم فهدوك الوراق لي كيكون معترف به هنايا من كتجيبوا هدوك الوريقات هنا لإسبانيا كتديوهم للترادوكتور مترجم محلف لي كيكون معترف به في وزارة شؤون الخارجية وتعاون ضروري خاص يكون المترجم محلف من هنايا ماشي ديال المغرب لحقاش ديال المغرب ما معترفش به إضافة على هدو الوريقات يعني كتدفعوا الفوتوكوبي ديال باسبور المغربي امبيغور يعني يتكون باقة في المدة ديال الصلاحية هدو بالنسبة الأوراق اللي كتجيبوها من المغرب بالنسبة الوثائق اللي خاصكم تاخدوها من هنا مستانيا فهي الامتحانة بجوج بإنكم تماركم منجحين الامتحانة بجوج عندكم أبطو زيادة على ذلك ترخيطة ديال الريسيدنسي ديالكم يعني ترخيطة ديال الإقامة زائد شهادة ديال السكنة من بعد من كتوجدوها هدو الوريقات كاملين كتخلصوا لالسوليسيتود أو للطاسة بإن ديال الطالب الحصول على الجنسية الإسبانية اللي سيفرضها علينا مينيستيريو ذي خوستيسيا لثمن ديالها نومية وجوج ديال أورو كتخلصوها كتجمعوها هدو الوريقات كامل مع هدو الوريقات اللي انتو ما خلصتو وصافي هنا كيجي يعني آخر مرحلة أنكم تدفعوا الجنسية وكنأكد أحسن طريقة وأقصر طريقة هو أنكم تدفعوها بيا كليماتيكا بالنسبة الناس يعني اللي كيعرفوا يعني عمروا الوصائق ديالهم بوحديدهم كيفهموا اللغة مزيان ودكشيفة يعني يدفعوا الجنسية ديالهم بوحديدهم أما بالنسبة للناس اللي ما تفهموش اللغة مزيان أو ما تيعرفوش يقرأو ما تيعرفوش يكسبو فمنصحكمش أنكم تدفعوا الجنسية انتو ما بوحديدكم لأنه أكفس حاجة أنه في الستاذو ديال ترامي تيكسبو لكم الريكريميانتو يعني أنه من بعد ما تدفعوا انتوما الوسائق ديال طلب الجنسي يكسبو لكم على أنه خاصة كم شي ورقة أو كين شي غلط أو شي حاجة فاره الجنسية غطتعط لكم واحد الوقت اللي كبير بزافة من الأحسن أنكم تمشيوا عند ناس مختصين كان عاود نقول لكم في صندوق ديال وصف لأنه جاءوني بزاف ديال طلبات خليت لكم واحد المكتب ديال المحاميين نمرة تليفون ديالهم الكوريية ديالهم باش إلا بغيتوا تتصلوا بهم هما رات يقدموا جميع الخدمات يعني ديال الجنسية الإسبانية غل نخلي لكم تصويرها ديال الخدمات اللي كيديرو يعني من أول من نهارك تبدو يعني أنكم تدفعوا الوريقات ديالكم كي ما تريكو لكم يعني كي سجلكم في الهوما كيتكلفوا أنه مسجلكم في المدرسة اللي غدوزوا فيها الامتيحان ديال الثقافة والامتيحان ديال اللغة هما كيعطيوكم المانوال يعني المانوال الأوفيسيال ديال الانستيطوتو ديال سربانتس باش توجدو الامتيحانات هما كذلك يعني اللي كيريبيسي ومعاكم الوراق فاشك تجيبو لهم قاع الوراق كي شوفوا الدوصي ديالكم وش كامل وش ما كامل لا نقصاكم شي حاجة تاكي تأكدوا على أنه الدوصي كامل عدك سعدات هما اللي كيدفعوا لكم الجنسية ديفورما تليماتيكا على ديك شي قطلكم ماشي بالضرورة تكونوا في مرسيا وخاص تكونوا في مدينة أخرى راه غير معاهم بالتليفون تصفطوا لهم الوراق اللي هما كيتلبوا منكم وهما كيتكلفوا بكل شي كذلك فاشكت دفعوا الجنسية ديالكم إلا كان شي حاجة في الدوصي أو لا كتب لهم المينيستريو ديخوستي شي ميساج على الدوصي ديالكم ولا شي حاجة هما اللي كيكون عندهم داك الكنتاكت بيناتهم حتى كي حتى في دوب الوراق ديالكم ومين كتخرج لكم الجنسية الإسبانية تياخدوا لكم سيتا باش تشدوا الدني ديالكم والباسبور الإسباني ديالكم كذلك لكن لا يستطر شي مشكل أرفضوا لكم تيوقفوا معاكم وكيديروا معاكم ريكورسو يعني هما كيتكلفوا بكل شي من البداية حتى النهاية في الإنسان إلا ما كانش كيعرف من الأحسن أنه يكون تراطي الناس مختصين لحقش هذا هو الميدان ديالهم وهذه هي الخدمة ديالهم فجميع البيانات غنخليها لكم في صندوق الوصف كان هذا هو الفيديو دياليوم أتمنى أني نكون منسيت حتى شي حاجة وجاوبت على جميع الأسئلة اللي سوّلتوني حاولت أني نبسط في الشرح ديالي باش كل شي يكون واضح وباين إلا عندكم أي سؤال خذيوهليه في التعليق أو دخلوا عندي بإنستغرام إنستغرام ديالي جونيتا تيفي خذيولي الأسئلة ديالكم بارتاجيو الفيديو مع الناس اللي بغني يدفع الجنسية ومعرفينش مساكن من يبدأو كيليك يقول لي يا جيانو واش نبدأو بالمتيحان واش نوجدوه لوريقاس هما الوالا واش 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 دائما الامتيحان هو اللي والحسات لقوا رأسكم أنكم نجحتو عادك سعادة تبدأو توجدوه لوريقاس إن شاء الله يلقي تفاعل في هذا الفيديو فيديوه الجاية غا نجاوب على الأسئلة ديالكم إلا طلبتوا مني يعني الناس اللي كتلبوا مني شكونا هما الناس اللي معفين من الانتيحانات نديلكم فيديو خاصة على ديسبنسا الموهين بقى غادة وكنشوف الأسئلة ديالكم ونجاوب عليكم ودائما في صندوق الوصف رها عندكم النمراء ديالناس اختصاصين ولكوغية إلكترونيك باش إلا بغيتوا تتصلوا بهم كانت مننا الفيديو إينا الإعجاب ديالكم إفطار مبارك ونطلقوا في فيديو جديد إن شاء الله